لا يمكن ترك تونس للإخوان المسلمين بهذه العبارة الواضحة توجه وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى المجتمع الدولي واضع تصريحه في إطار دعوة إيطالية متكررة إلى مساعدة عاجلة لتونس في ظل أزمتها الاقتصادية الوزير الإيطالي حض في مقابلة مع صحيفة كوريار ديلا سرى على الإفراج عن أموال صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس التي تواجه وضعا ماليا صعبا بحسب تعبيرها ولسيما في ظل حالة طوارئة تتعلق بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا دعوة وزير الخارجية الإيطالي سبقتها تصريحات لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال القمة الأوروبية في بريكسال حذرت فيها من الخطر الذي تواجهه أوروبا بوصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمالي أفريقيا إذا لم يجري توفير الاستقرار المالي في تونس ربما لا يدرك الجميع المخاطر التي نواجهها بشأن الوضع في تونس والحاجة إلى دعم الاستقرار في بلد يعاني مشكلات مالية خطرة إذا لم نعالج هذه المشكلات فإننا نطلق العينان لموجة من الهجرة التي لم يسبق لها مثيل السعي الإيطالي المحموم في الدفاع عن تونس يظهر جليا في تصريحات المسؤولين الإيطاليين في الأشهر الأخيرة والتخويف من عودة الإخوان المسلمين إلى تونس أخيرا خلفيته خوف الحكومة الإيطالية اليمينية من استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية والمعاشية في تونس وامتلاء قوارب المهاجرين إلى أوروبا تاليا وهنا بيت القصيد الذي يفسر الاهتمام الأوروبية والأمريكية المريبة أخيرا بشأن الداخلية التونسي والتحذيرات المتتالية من الانهيار في تونس وبالتالي انهيار حارس الحدود الجنوبية لأوروبا من أمواج المهاجرين غير الشرعيين مع وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية بوتيرة لا مثيل لها في الأشهر الأخيرة بحسب صحيفة واشنطن بوست